ترجمة نانسي قنقر مستهل الجلسة أشهد مجلس الوزراء بالزيارة الناجحة والموفقة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخرا وبما حظيت به من اهتمام وترحيب رسمي وشعبي عكس المكانة التي يتبوأها جلالة العاهل المفدى وتقدير مواقف مملكة البحرين عربيا وأقليميا ورحب المجلس بنتائج المباحثات التي أجراها جلالة العاهل المفدى مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مؤكدا المجلس أن توقيع عشرين اتفاقية حكومية وأربع عشرة اتفاقية بين القطاع الخاص في البلدين خلال زيارة جلالة العاهل المفدى تؤكد حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تقوية ودعم التعاون البحريني المصري ودفعه قدما في جميع المجالات وفي هذا الإطار فقد أطلع المجلس اطلع على تقرير حول الزيارة قدمه وزير الصناعة والتجارة والسياحة بعدها أشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها إلى البلاد مؤخرا بدعوة من جلالة العاهل المفدى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة مؤكدا المجلس أن نتائج هذه الزيارة والاتفاقيات التي وقعت خلالها تؤكد حرص البلدين على مواصلة تفعيل وتطوير آليات التعاون المشترك بينهما بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين بعد ذلك نوه مجلس الوزراء بما تشهده المملكة من وفرة وتنوع في المشاريع العمرانية والعقارية والتي تؤكد أن البحرين تهيئ بيئة خصبة للاستثمار وبخاصة في المجال العقاري وما أظهره معرض الخليج للعقار 2016 والذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وافتتحه سموه مؤخرا وأكد المجلس على أهمية مثل هذه المعارض المتخصصة في تطوير قطاع البناء وأسهاماتها في الارتقاء بحركة التطوير العمراني في البلاد بعدها هنى مجلس الوزراء حضرة صاحب الجلالة الملكة المفدة والمواطنين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى الإسراء والمعراج للرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحث المجلس على أن تكون هذه المناسبة العضرة فرصة للالتزام والتمسك بنهج صاحب هذه الذكرى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة فقد استذكر مجلس الوزراء بالتقدير والإشادة الدورة البارز للصحافة الوطنية في مسيرة العمل الوطني وفي الدفاع عن قضايا الوطني وإبراز مجازاته وفي التصدي لحملات التضليل الإعلامي المنسق الذي يستهدف المملكة وإنجازاتها مؤكدا المجلس دعمه ومساندته لحرية الرأي والتعبير المسؤولة التي كفلها دستور مملكة البحرين والقوانين المنظمة لذلك بعد ذلك دان مجلس الوزراء الاعتداءات الوحشية التي استهدفت المدنيين العزل والمستشفيات بمدينة حلب السورية وما ترتب عليها من استشهاد وجرح مئات المدنيين الأبرياء وزيادة الخراب والدمار وما خلقته من أوضاع إنسانية خطيرة تمثل انتهاكا واضحا لأبسط المبادئ والقواعد الدولية وحث المجلس المجتمع الدولي على الوقوف بحزم وإصرار تجاه مثل هذه الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية وضرورة توفير الحماية للمدنيين والأبرياء وإيصال الخدمة اللازمة لهم والتخفيف من معاناتهم بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى متابعة كافة القضايا التي تشغل المواطن والعمل على استكمال أي نواقص في الخدمات الحكومية التي تقدمها الحكومة له سواء في القرى أو المدن وفي هذا الخصوص فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى متابعة المشاريع المتأخرة في المحرق وسرعة إتمامها وإنجازها وفقا لما هو مرسوم لها دون إبطاء أو تأخير أكثر فيما وجه سموه إلى الإسراع في توزيع الوحدات الإسكانية في مشروع اللوزي الإسكاني والذي يخدم دمستان والقرى المجاورة لها إلى ذلك فقد حاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلسة بزيارته إلى مجلس النواب صباح اليوم وفيما عبر سموه عن الاعتزاز بالتعاون المثمر القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة تمهيد كافة السبل التي توسع آفاق هذا التعاون وترتقي به حثا سموه الوزراء على المزيد من التواصل والتعاون مع أعضاء السلطة التشريعية بعدها نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعمال حيث اتخذ بشأنها من القرارات ما يلي وفق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك ثانيا وفق مجلس الوزراء على عادة تنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تماشيا مع التوجهات الحكومية بعدم التوسع الإداري وتقليص النفقات الحكومية وترشيدها فقد تم اعتماد الهيكل الجديد الذي سيتم بمقتضاء تقليص عدد الوكلاء المساعدين في الهيئة المذكورة من 6 إلى 4 وكلاء مساعدين وذلك تقليص عدد الإدارات من 21 إلى 16 إدارة يأتي ذلك وفق المذكر المرفوع لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية ثالثا أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية مذكرة وزير الداخلية بخصوص اتفاق صداقة بين مدينة الملامة ومدينة ووهون في جمهورية الصين الشعبية رابعا تابع مجلس الوزراء مشاريع الطرق والصرف الصحي والبناء التي تم ترسيتها أو طرحها في مناقصات خلال الربع الأول من عام 2016 حيث أرسيت 12 مناقصة بكلفة تزيد عن 21 مليون دينار البحراني وترحت 17 مناقصة بقيمة 101 مليون دينار من أهم المشاريع التي تم ترحوها مشروع توسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي وتطوير تقاطع الجسرة ومشروع عادة تأهيل شبكات الصرف الصحي القديمة بالمحرق والملامة بالإضافة إلى شبكة تصريف مياه الأمطار وذلك من خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة لهذا القرض من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خامسا بحث مجلس الوزراء تطوير برنامج خطوة للمشروعات المنزلية بشكل يتيح تمكين الأسر البحرينية اقتصاديا وذلك من خلال السماح لكل أسرة بحرينية أو فرد لا يملك سجلا تجاريا ويرغب في العمل من المنزل إمكانية الالتحاق بالبرنامج المذكور والحصول على رخصة قيد العمل من المنزل والاستفادة من الحكومة في تطويره وتسويقه وتمويله ويستهدف التطوير أيضا رفع عدد المنتحقين بالبرنامج المذكور والحاصلين على قيد المنزل المنتج سنويا من 300 مستفيد إلى 1000 مستفيد من الأسر البحرينية خاصة التي تضم عاطلين أو باحثين عن عمل وذلك وفق قائمة من الأنشطة التي يمكن مزاولتها من المنزل وقد كلف المجلس اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي وليلعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بدراسة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية سادسا طلع المجلس على مقترح لتعديل الألية الحالية لعرض تقارير الأداء والمراجعة الخاصة بمؤسسات التعليم والتدريب والانتحانات الوطنية على مجلس الوزراء لاعتمادها وقرر المجلس إحالة مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 83 لسنة 2012 بتنظيم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية وذلك من خلال العرض الذي قدمه وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب سابعا بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب الأول بشأن دار لرعاية الوالدين في أم الحصم والثاني بخصوص مدرسة ابتدائية في الدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية والثالث بشأن حديقة كبرى بالدائرة الخامسة في المحافظة الشمالية والرابعة بخصوص مراكز متخصصة لرعاية المعاقين حيث وفق المجلس على ردود الحكومة بشأنها على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية